بكيت وهل بكاء القلبي يجدي فراق أحبتي وحنين وجدي فما معنى الحياة إذا افترقنا وهل يجدي النحيب فلست أدري تعليقة تعليقة بنت 66 تعليقة صراحة اللي بيقرأ المانقى الحين مرة ما قدر ألومه اقرأ الله يوفقك يا حبيبي تسعة اقلع أمه تعليقة تسعة شهور أحيه ولكن صدقا صدقا خلونا بس من التعليقة والكلام الفاضي حلقة مرة مجنونة تويستات بنت 66 تويست موسم بدأ بشكل مرتب وانتهب بطريقة يعني خلونا نقول مرة مشوقة مش مرة مشوقة؟ متاش مشوقة تعرفنا فيه على شخصيات جديدة وعلى ماضي شخصيات قديمة انبسطنا فيه وتحمسنا فيه وبكينا كمان فيه وألفنا بيوت وأشعار ما ألفنا صراحة كنا نسرق من الانترنت ونقولها بس يعني تحمسنا كثير مع هذا الموسم بعلا كانت 17 أسبوع من أروع ما يكون فشكرا مابا وشكرا إسياما وشكرا لكم أنتم من دونكم أصلا إش كان بي سوى الموسم ويا هلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية أعترف لكم تحلطمت كثير في سناب شات وتويتر بعد الحلقة أخرجت غضبي وكنت على وشك أني أروح أقرأ المانجا من القهر أو قهرة تعليق الوسخة هذه واللهي كنت على بعد خطوة إني خلاص بروح أقرأ المانجا يقلع أم التعليق القوية ولكن خلاص الطاقة هذه خرجت والغضب هذاك سيطرنا عليه هيش قالوا لكم ما عندنا أنجري منجمنت شوفوا حقيقة أنا جزئية واحدة مزعجتني يعني هو إنه الأنمي راح يرجع بعد 9 شهور وتوقع أنه ذا الشي مزعجك أنت كمان وأنا والله يا جماعة مخفيكم السبعة عشر أسبوع الماضية كانت مرة صعبة غير الانتظار غير إنه كل أسبوع عشرين دقيقة عبدو حريقة عبدو حريقة معا تقرأ رسائل معا تقدر أسوي بثوث معا تقدر الوضع مرة صعب حكاية إنه هذا الموارد راح يستمر إلى 9 شهور هذه بحد ذاته أشوفها حاجة مرة متعبة أصلا حاجة ثانية غير إنه كنت أجهل كم باقي فصول من المانقا وكنت متوقع إنه ما تبقى من الأنمي ممكن يتم اختصاره في كم حلقة إضافية أو على الأقل فيلم ولكن وصلتني معلومة من المتابعين المحترمين مش الحروقين يتبقى من المانقا مرة كثير مرة المانقا باقي مليانة وصعب جدا إنه يتم حصر باقي المانقا وما تبقى من المانقا في فيلم أو حتى فيلمين يب شكرا صراحة لكم على هذه المعلومة وشكرا على تفاعلكم الدائم جماعة المهم عزيز الوجيه لو ما كنتم مشترك في القناة اشتركوا في الجرس التنبيهات على طريقك وتأكد إنك تضغط على زر الإعجاب لو أعجبك الفيديو لأنه مرة مرة مهمة ويساعدني كثير وبحكم إنه آخر حلقة أضغط لا لا تسحب بعد الحلقة هذه ترى عندنا في القناة مراجعات وقصص وأسئلة وفقرات ممتعة فأخليك قريب لا تختفي وجيني بعد تسع شهور كأنك حامل عيب ما يصلح خش على القناة بعد الفيديو ذا وخذ لك لفة كده تعجبك شيء ثاني طولت عليكم خلونا نبدأ أشوف يا جماعة أود أشرح لكم الصدمة اللي تعرضت لها لما شفت جثة زيك أو بقايا جسده إيش هذا يا أبويا أقسم بلالة وإنه ميت أبرك يقلع أم الهجوة اللي تهجوها لها زيك يعني بعد حلقة واحدة من حبنا واحترامنا لزيك ولي مخططه نشوفوا بهذا المنظر بعد ما شوفنا ماضيه ومعاناته وطفولته وقصة المؤثرة والجميلة نشوفوا كده بربع جسم إيش ربع جسم أقل من ربع إيش هذا معادي بقي شيء حاجة مرة مرعبة وتقهر يا أخي أوكي خلوني ساكت حجين بس ما أخرج وأشطح كثير ولكن خلوني نتفق اللي حصل لزيك حاجة مرة غريبة جدا أنا في البداية توقعت أنه ذاك العملاق القزم اللي جاو شاله ودخله في بطنه قلت يا ولد ذا ممكن يكون ليفاي وسبعدين قلت يصح العقلك وش جاب أم ليفاي ومن ليفاي من متى عنده وليفاي كمان أكرمان ولا أكرمان ما يتحولون إلى عمالقة على كل حال تحليل العام يعني للوضع كذا والله أعلم إنه زيك استدعى هذه العملاقة بحكم إنه يقدر يتحكم بالعمالقة الهمج زي ما شفنا في الماضي وخلاها تأخذوا وتدخلوا داخل بطنها أتوقع لغرض تسريع عملية الشفاء ما ندار ليش في بطنه يعني ليش ما حضنته مثلا أو ليش ما شقت نفسه ونامت على المدري ما أعتقد إنه فيه تفسيرات ثانية أصلا إلا هذا التفسير الوحيد للموضوع أما لش يعني حتحطه في بطنها يش تسوي فيه كمان لأنه العمالقة عندهم تعامل واحد نعرفه مع البشر وهو يا إنهم يأكلوهم غير كذا ما فيه إيش إيش تشوف عملاق يجي يأكل أكوي يفقع يكمل جديد ما في شي ثاني مشوق بطن ودخل في بطنك هذه جديدة على كل حال أي كان مصير زيك بعد اللي شوفناه والعملاقة اللي حطت في بطنها مستحيل يكون ميت أوكي أوكي أما بالنسبة ليفاي وعلشان أكون صريح معاكم الحلقة الماضية اللي قبل هذه كنت ناوي أتشمت عليه حكاية إنه يثبت رمح متفجر في جسم زيك ويظل على بعد خطوات بسيطة منه ويتوقع إنه زيك راح يظل ذابت أشوفه تصرف مرة غبي وطائش بالذات من شخص ذكي زي ليفاي إيش اللي صار يعني على أقل خليك كده على بعد مسافة يبعد عنه لا تتحرك ترى بتتفجر ما نقدر نلوم صراحة يا جماعة اللي مر فيه ليفاي كثير وأكيد إنه بصيرة مشوشة أصدقاء تحولوا إلى عمالقة واضطر إنه يقتلهم بنفسه إيرين انقلب على بردايس وصاير وحيد والله وعلا مش بيصير له بعدين على كل حال ليفاي تفجر وكونوا معاده جزء مهم مرة في القصة أعتقد والله وأعلم إنه إي سيامة ممكن يتخلى عنه خلاص يعني ترى واضحة وصريحة اللحظة اللي ارتفع فيها كرهن الزيك وصدنا نشتمو ليل النهار الشخصية اللي مرتبطة بزيك ودائما نحرص إنها تكون موجودة ليفاي ما أحد بيربي زيك لليفاي فجأة صدنا نحب زيك خلاص يعني ليفاي ما عاد من نفايدة أنا أحب ليفاي يا جماعة بس نقصد ممكن هذا اللي في رأس الكاتب فعلا فطبيعي نشوف ليفاي ميت بعد 9 شهور لأنه معادله دور مهم في القصة زي ما قلت لكم الباقي من القصة الآن واقف على زيك وعلى إيرين بشكل أساسي والبقية تقريبا مجرد تحصيل حاصل باستثناء الأشخاص اللي يحملون العمالقة وبعض الشخصيات الرئيسية اللي ممكن كده يعني نتوقعهم فروسا فيب احتمال كبير إنه ليفاي ميت خليك مستعد كده 9 شهور أقعد كده حط في بطنك حكاية إنه ربما ليفاي ميت علشان لما يجي ذاك الوقت بعد 9 شهور ما تنصدم اوه ماي جود يمكن يكون ميت احتمال كبير احتمال كبير لو فاكرين في بداية الموسم يلينا لما تم اعتقالها هي ومن معاها بواسطة القائد بيكسيس قال لها إنه ما عليش يا يلينا إحنا مضطرين نعتقلكم وصعب جدا نثق في أحد من خارج برديس في الوقت الحالي يلينا ردت عليه وقالت له أكيد بكل حب واحترام أنا واثقة إنه يوما ما رح نجلس على طاولة العشاء مرة ثانية هذا الكلام مرة زمان وعلى سخرية القدر حصل اللي قالته أو اللي كانت تتوقع يلينا وجلست في نفس طاولة العشاء مع القائد بيكسيس ولكن هذه المرة هي اللي عندها اليد العليا وهي اللي مسيطرة على الطاولة ومسيطرة على بيكسيس واللي معاه يلينا يا جماعة ترام مرة داهية وما هي سهلة أبدا قلت ذا الكلام أكثر من مرة وبكرر وأقول وزيد يلينا داهية وما هي سهلة أبدا بل إنها وصلت إلى ترتيب سريع لعصبات اليد علشان تفرق ما بين المنصاعين فاللنصاع برضاه ورغبته والتبع إيرن يلبس عصبة يد بيضاء واللي نصاع غصبا عنه بسبب شربه لسائل زيك يعني أوه شربت سائل زيك تراكها هيا تنضم معنا ولا لا أوكي بنضم هذا يلبسوه ربط حمرة أما بالنسبة لللي رفض الانصياع مع علمه إنه شرب سائل زيك الشوكية والخمر يلبسوه عصبة سوداء حلو الكلام حلو الكلام وفي كلا الثلاث حالات الجميع منصاع برضاهم أو غير رضاهم وكلهم تقريبا في نظر بيكسيس خوانا بيكسيس وقتها ما عنده أي خبر بالخطة الحقيقية لزيك وإيرن اللي سموها بالقتل الرحيم ما زال معتقد أنه خطة زيك وإيرن هي تفعيل عمال قدكها الأرض كتهديد وتخويف للعالم ولكن للأسف يا بيكسيس اللي ما تعرفه تجهله هذه هي الحرب يا بيكسيس الحرب خدعة تخيل بالله أن الناس اللي أنت أسرتهم وسجنتهم ووثقت فيهم برضو فيه جزء معين يحكمونك وداخل أرضك ويسيطروا عليك الله الله لكم أن تتخيلوا كمية الندم والألم اللي تعتلي وجه القائد بيكسيس بعد كل الخيانات والانقلابات اللي جال ستحصل من حوله شوفوا يا جماعة قد أكونت سرعت في الحكم على ميكاسا وصدقت حكاية إنها عبدة ولكن هذاك الكلام كان وليدا اللحظة ووليدا الحدث قاعد أصرف من الحين كلام جان في السجن خلاني يعيد التفكير بحكم أنه يعني شخصية فهم إيرن أو أنه شخص قدر يحلل إيرن بطريقة صحيحة على العكس كوني بعقلية المتهورة والانفعالية كان يوافقني الرأي ومؤمن تماما أنه إيرن اختلف عليهم وأنه خلاص أصبح شخص شرير وأنه بالفعل تعمد الإساءة إلى ميكاسا والإساءة إلى آرمن جان هنا تماما شاف الموضوع من زاوية مختلفة وأعطى مساحة لنفسه والعقله وأنه لا إيرن قد يكون جرح ميكاسا متعمد ليش لا قد يكون ضرب آرمن متعمد ليش لا قد يكون عنده سبب وجيه ومسرحية معينة للفوضى اللي عملها بالذات تجاه آرمن وميكاسا ليش لا حتى وإن كان كلام جان صحيح أو غير صحيح ولكن على الأقل سمح لنا أن نفكر في الموضوع معاه خلنا نترك مجال أننا نقول ليش لا يعني من جد تفكروا فيها ليش إيرن يسوي كذا ليش هدفه من أنه يجرح ميكاسا ويضرب صديق عمره أنا عارف أنا عارف لا تبعوا تذكرني أنا إحنا قلناه لك خلاص أنا عارف أفتكر أعرف يش قل انسوا كلامي اللي في الحلقات الماضية أنا أكثر وعادي غير كلامي اللي فاتمات خلونا في الحاضر الحين أوكي بمعنى أنت لو عندك خطة بنت 66 عملاق وعارف أن الخطة هذه قد تضر أقرب الناس لك سواء بنجاحها أو فشلها أول شي بتسوي إيش عشان تضمن سلامتهم أنك تبعدهم عنك وتعطي الناس انطباع أن هذول ما عادهم أصحابك أنك تكرههم عيث ما أحد يتهمهم بالولاء لك من تحت لتحت وممكن أنهم خوانوا متعاونين من وراك ياب الكلام هذا أتوقع أنه إيرين إيش قال يا أبويا اتهم ذي أنها عبده وصفق هذا شوية كم كف لمصلحتكم بايا قدعين سلاموا عليكم أو 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 قد تكون تحريات جان وتحريات أنا كلها خرطي وكلام إيرين يطلع فعلا حقيقي وميكاسه فعلا عبده وآرمن مسيطر عليه بيرتولد ولا كرامن كلهم عبيد وما عندهم سالفة وفي كل الأحوال إيش إحنا ليش نستعجل ننتظر تسعة شهر يا حبيبي وستبدي لك الأيام ما كنت جاهلوا طيب يا جماعة يلينا ما تلعب مرة ما عندها لعب يلينا أثبتت لنا أنها صاحبة رؤية وولاءها عالي جدا لزيك ولمخطط زيك ولمخطط إيرين وبالرغم من أنها سيطرت على بردايس وسجنت معارضين إيرين إلا أنها ترفض خطاب الكراهية تجاه بردايس والإلدين بشكل عام أوكي إحنا غدرنا فيكم ما عليش سامحونا حبسناكم أسفين شربناكم من سائل زيك الشوكي ما عليش بس ما نغلط عليكم ولا حتى نتجرأ على كرامتكم في النهاية أنتم ناس وثقتوا فينا وأكرمتونا على عكس العالم اللي حاربونا ودمرونا صحيح إنها خاربة خاربة والوضع انقلاب وفوضى بس في مبادئ في أخلاقيات عندي لينا فيجي ثور الله في أرضه هذا ويحاول يغلط على المرحومة ساشا بكل بساطة ويدنس روحها بكلامه القذر والعنصري ويستخدم خطاب الكراهية اللي إحنا جايين أصلا عشان نمحي من الوجود لا وين يا وحش أبلع طخ سريع سريع وبلمح البصر موخ يلينا يبرمج سريع سريع ما في وقت غلطان طاع طاع سريع واحد زايد واحد ساعد اثنين يلينا ما عندها لعب يا حبيبي الآن الهدف ما هو تدمير مارلي ولا تدمير العالم ولا أي شيء من الفوضى حق الحروب هذه خطاب الكراهية ولا الفوضى العنصرية هذه ما نحتاجها إحنا جايين نقضي عليها وهذا هو الهدف الأساسي أصلا لحركة إلديا الجديدة بقيادة الأخوين ييقر اللي هي جماعة شخصية جدا قوية ومكتوبة بشكل جيد بالرغم من أننا ما زلنا نجهة الكثير عن ماضيها ولكنها أثبتت لنا مدى حبها واحترامها لمخطط زيك وشفنا كيف تأثرت وبكت وهي تشرح لهم مخطط القتل الرحيم والتاريخ اللي راح يكتبه الأخوين ييقر ولا أدري صراحة إذا أرمين كان يبكي بالفعل هو إلا جالس يسوق أمها لا تستهينوا بأرمين صح إنه أهبل وبكايا بعض الأحيان وكيوت ولد كذا حبيب ترى الولد ذكي وهذي مش شهادتي هذي شهادة المرحوم إيروين سيت أقول لك إيه جاء مسأل يلينا يا بنت حيال وش اللي قتل رحيم يعني بعد مائة سنة ما راح يكون فيه للعجايز وكبار السن في جزيرة بردايس كيف بيحمون أنفسهم طيب لو جاء غزو عليهم كيف راح يتعاملون مع هذا الهجوم أو هذا الغزو هذا ما هو قتل رحيم يا يلينا الله يهديك هذا قلة حية ومسخرة ما راح يكون فيه بردايس جيش ما راح يكون فيه بردايس شباب ما راح يكون فيه حتى أطفال ما راح يكون فيه لشياب وعجايز وخلاص مرة تعبانين حالتهم حالة كيف يحموا أنفسهم يا سلام عليك يا جان سؤال جدا ممتاز وأنا سألت برضو في الحلقة الماضية ويلينا جاوبت لنا عليه يلينا تقول هنا يجي دور عمالقة الدك وراح يكون لهم الدور المهم في حماية جزيرة بردايس إلى أن ينتهي هذا العرق تماما وبما أنه هستوريا راح يكون عندها ابن في بطنها وراح يخرج للحياة وراح يرثون هم العملاق المؤسس وكل التفاصيل الثانية راح تكون جزيرة بردايس تحت الحكم الملكي من جديد والعملاق المؤسس كمان بيكون في حوزتهم بمعنى أنه عمالقة الدك راح يظلوا موجودين إلى أن يختفي آخر الدي وبشكل تدريجي راح يختفي الديان من الوجود وراح تظل عمالقة الدك تحمي بردايس إلى أن يتم اختفاء وانقراض جميع الديان على خير وبكل أمان وإذا صارت الأرض خالية من جميع الديان طبيعي العمالقة راح تختفي ومعاهم عمالقة الدك اللي بيحموا بردايس وبكذا تكون نجحت خطة القتل الرحيم وراح يتذكر التاريخ الأخوين ييغر وتضحيتهم الكبيرة اللي أنقذت شعب بأكمله ووقفت حرب استمرت لآلاف السنين خطة واضحة جدا ومرتبة ونشوف أنها الحل الوحيد تقريبا صحية كبيرة لجيك يا أخوان يستاهل عادة في الأفلام والمسلسلات تجي كده موسيقى عارف وبعدها تخليك تستعد للصدمة اللي قع كذا يأخذك تدريجيا حبة حبة لين الحدث بس هنا المخرج صدم حياته فجأة بيك دخلت ووقف محلك يعطيني فرصة خليني نخرش خليني صدمة كذا ثلاث صدمات وربعة يسأتر طبعا هنا بيك في هذا الموقف أثبتت لنا مدى ذكاءها وعبقريتها البنت ما هي سهلة وعرفت كيف تحافظ على هدوء أعصابها في حضرة العملاق المؤسس إيرين قداما وهي ولا غلطة يقلع أم القوة يا شيخ عرفت كيف تسوق الفيلم مضبوط على إيرين بل إنها قدرت تقنع قابي البقرة قابي قدرت تقنعها بمسرحيتها بكل بساطة وأتوقع أن المسرحية ذيك كذا حصلت وليدة اللحظة كذا بسرحة بسرحة فضلا عن إنو بيك كانت كافشة كل تحركات ذيك من زمان وعارفة كذا كانت شاكة في حاسة إنو وراه مصيبة من يوم كان في مارلي من يوم كان معاهم يقاتل في صفهم حتى وهي جالسة تحاول تقنع إيرين إنو أنا في صفك يا حبيبي وتراني أنا أطوز في مارلي أنا إلدين زيك جالسة كذا وهي وهي تسولف معا ترمي أسئلة عشوائية جالسة تحاول تجمع معلومة شيطانة شيطانة كيف حالك يا سيطرت على الأملاق المؤسس هل عندك خطة بديلة لو ما نجحت في تفعيل الأملاق المؤسس شيطانة بيك شيطانة وجالسة تلعب صح ولكن يا تافه جوك يا بيك إذا أنت شيطانة أمامك الشيطانة الأكبر إيرين إيش تتوقع يعني حتحمر خدوده يعني لما يشوفك زي السبايك هذوليك لأ ألمم على طار السبايك مادر إذا لاحظت ولا لا بس ترى قال يارد كان موجود مع هذوليك الحشد حشد السبايك لما بيك كانت طالعة الدرج مع إيرين وسوت هاي هاي وذوليك حمرت خدودهم كان موجود معاهم ويمين بالله يا جماعة فاتتكم صرخة فاتتكم صرخة بغت تتحول بنتي جوت إلى عملاق يقول لأ إبليس إيش جاب أم قال يارد هنا وكيف إيرين ما انتبه له كده أسئلة كثيرة جات بس يلا مشي الأمور المهم أنا من لحظتها عرفت أنه بيك كذابة وأنه عندها مصيبة وبالفعل انتهى مشهد السطوح بطريقة جدا مثالية ورهيبة إيرين كان يعرف أنها كذابة وهي عارفة أنه يعرف أنها كذابة ويلينا عارفة أنه بيك كمان كذابة وقابل بقرة ما هي داريا وين الله حطها بقرة الله ترعى في أرضها ما تدري والهياط ذاك اللي سواته كله كذب كذاب كذاهياط ما عندها سالف على كل حال للأمانة تسجيل دخول غاليارد كان مرة فخم بعملاق الفك وأعتقد أن الخطة كانت أنه يأكل إيرين وخلاص ينتهي الموضوع بكل بساطة ولكن شكرا يا رب ما أخذ من إيرين إلا رجوله وفشلت خطتهم الأولى مباشرة وتم تنفيذ الخطة الثانية برضو مباشرة وتجلى في هذه اللحظة عنوان الحلقة وهو أرض وسماء والله ما أدري بالصراحة لما شفت راينر كذا مبسطت يا أخي حشني يا أخي يا أبو تحب مين واللي تكره مين من جدك أنت وياه مبسط بس اللي تحب وحب واللي تكره وكره والدنيا في المسال الذي خبيط لبيط وأتمنى صراحة نشوف فايت منصف بعد تسع شهور بين إيرين وراينر ما ينفع يقعد إيرين دايما له الأفضلية نبغى كذا نشوف فايت الكل مستعد 3 2 1 فايت الآن الموسم الرابع انتهى البارت الأول منه بسلام ولا شكر على التعليق الخايسة هذه للأمانة ولكن من الآن وإلى تسعة أشهر قادمة راح يكون فوق رؤوسنا مجموعة أسئلة مهمة بنظل ننتظر إجاباتها أول شي راح نعرف مصير زيك بعد ما دخل في بطن العملاقة هذه ومثل ما قلت لكم مستحيل يكون ميت لأنه لابد من أنه الحركة هذه تمت لسبب مستحيل أخلي عملاقة تيجي تشوق بطنها وتدخل زيك داخل بطنها وأخلي يموت بعدين مستحيل لازم يكون فيه سبب ويفترض أنه هذا السبب يكون منطقي ووجيه جدا ثاني حاجة راح نعرف مصير ليفاي المجهول واللي حتى ما جابوا لنا أي لمحة عنه في الحلقة المات هل تحول إلى عملاق بطريقة ما ما نقدر نجزم ولكن ننتظر تسعة شهور ونشوف مع أنه مستحيل يتحول عملاق بس ما تدري يمكن فيه أشياء مستخبية نكتشفها ثالث شي وهو مرتبط بعودة زيك هذا لو أنه زيك رجع للحياة ووصل إلى شيقان شينة بطريقة ما حطوا في بالكم أن نص أو أكثر من نص المنطقة هذيك شاربين من سائل زيك الشوكي من جيش من شرطة من فيلق الاستطلاع ولو وصل زيك واتطلب الموضوع أنه يصرخ صرخته راح نشوف كل اللي هناك متحولين إلى عمال قهمج من بيكسيس إلى فالكو إلى الله أعلم مين كمان ويا عالم إيش الفوضى اللي بتصير لو هذا فعلا حصل رابع شي عندنا مصير الأصدقاء المساجين بنكون منتظرينه على أحر من جمر ميكاسا وآرمين وكوني وجانو اللي معاهم وهل آرمين راح يلقى طريقة يستخدم فيها قوة العملاقة الضخم تحت الأرض بدون ما يدمر أم المدينة زي ما قالوا اللي معاه خامس شي وهو الحدث الأهم والأكبر المعركة الضخمة اللي راح تصير فيه شقان شينا ما بين مارلي وإلدين مارلي وبردايس وجيش إيرين طائرات وصلت بجنودها راينر والمدرع قال يارد والفك بيك والعربة راح يكون فيه معركة طاحنة بكل تأكيد بس بعد تسعة شهور ولأكيد أنه راح يكون فيه مواجهة شرسة بين إيرين وراينر لأنه كان يقوله راينار إيرين فيه 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 معركة بتقوم بين الاثنين ذولي أتمنى تكون منصفة بس ما علي من يفوز بس أتمنى تكون منصفة أرضو هل راح يقاتل إيرين كل هذه الزحمة الحال والفك ومدرمين والعربة والطائرات والدنيا والحوسة ولا هل راح يوقف معه آرمن والضخم بطريقة ما ولا هل راح يوصل زيك ولا هل راح يجي ليفاي أو هل راح تيجي ميكاسا أسئلة كثيرة بخصوص المعركة هذه راح نلقى لها إجابة ولكن بعد قسعة أشهر السؤال الحين هل راح ينتهي الأنمي بطريقة مرضية للمشاهدين ولا لا أنا واثق فيه سيامة وأتمنى ثقة فيه تكون في محلها أتمنى فعلا مثل ما بدأ هذا الأنمي بشكل عظيم ينتهي بشكل عظيم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو يا جماعة وشكرا على تفعولكم الجميل في هذا الموسم شكرا لكل من دعم شكرا لكل من أعطاني ملاحظات شكرا لكل من ساهم في نشر محتوى القناة يعطيكم ألف عافية وخلوكم دائما قريبين القناة فيها محتوى كثير غير هجومة عمالقة يجرب تأخذ لك كده لفة بعد هذا الفيديو ولا تنسوا تسوي لايك يا جميل للمرة المليون كم معاكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر